شكرا لك إذن فضاء ترفيه مواجه للعائلات الجزائرية لو كانت تكلمنا إذن بصفتك أنت كمسير هذا المشروع حول تفاصيل أوفة حول هذا الفضاء يحتوي على فضاء سينمائي أو هناك ما هي أبرز النشاطات في هذا الفضاء إذن هو المشروع طبعا بيشاركة مع المركز الجزائري تطوير سينما وهو أولا فضاء استوديوهات سينمائية لأفلام عديدة تم العمل عليها وتصويرها في هذا المكان نحن ذلك الفكرة أنه لماذا لا نجعل منه مكان أولا متحف سينمائي كبير يعني الناس تقدروا تجي وعشاق سينما تقدروا يشوفوا الأماكن التي تم فيها تصوير أفلامهم المفضلة وكذلك الاحتكاك بمتحف صغير للأشياء التي تستغل عادة في التصوير السينمائي وكذا لدينا سينما في الهواء الطلق وفق برنامج وهو يصهر عليه المركز الجزائري تطوير سيناء تبث فيها أفلام للعائلات بصفة منتظمة فيها ألعاب للصغار وفيها ألعاب للكبار أرجعنا بعض الألعاب التي ربما اندثرت منذ الأوين الأخيرة وهي ألعاب الفنتازية أو الألعاب من نسميها بفرنسية وكذلك هناك فيه رياضات مثل الرماية والرمح ثم ندخل إلى القصر بمجرد دخول إلى القصر وكأنه عالم آخر يتغير سوف نجد عارضين حرفيين منتوجات جزائرية أماكن للاستراحة والاستجمام ولدينا برنامج ثاري من موسيقى وعروض فنية للأطفال والعائلات إضافة إلى ألعاب لم نعهد أن نجدها من قبل مثل لعبة فور بوير أو لعبة سكواد كايم الهدف من هذا المشروع أنه يكون فيه فضاء مكتمل لكل العائلة مثلا الأب يجد ما يعمله الأم تجد ما تعمله والأطفال كذلك خاصة في الوراشات التي هي دائما متواجدة تاريخ أيضا والتربي كانت فيها شاركة مع شركة ناشئة ضمت إلى المشروع وهي في صدت إنشاء غرفة هولوغرافية تربوية حتى نمكن الأطفال لأنه في الحقيقة يجب أنه سير العصر وحاليا الأطفال الصغار هم أطفال ديجيتال ناتف لذلك معناها رح يكون عندهم سهولة في استوعاب كل ما هو ترفيهي ثقافي تربوي بطريقة تكنولوجية لهذا سوف يكون فيها غرفة هولوغرافية وفيها ألعاب البحث عن الكنز رح تكون كلها بطريقة تكنولوجية متطورة ممكن أن نقول أن هذا الفضاء هو قصر ثري في عدد نشاطات ترفيهية بالنسبة للأطفال الصغار وكذلك موجه للكبار تكلمت على عدد عروض ستكون هذا الأسبوع طيب سيد هني زرقات هذا الفضاء لتكلمت على عدد النشاطات هل سيكون خلال فترة قصيرة أو يكون طيلة السنة؟ الهدف منه أنه يكون طوال السنة في فترة الشتاء أو الخريف سوف نتأقلم مع المناخ ومن النشاطات وحتى بعد الدخول المدرسي سوف يكون فيه نفس النشاطات لكن ربما الأوقات تتزامن مع أوقات راحة العائلات طيب بالنسبة للعائلات المهتمة بهذا الفضاء سيكون مختلف النشاطات طيلة السنة ومتنوعة فيما يخص سيد هني فيما يخص كذلك العائلات التي تتوجه لهذا الفضاء خلال هذا الموسم الاستياف بالنسبة لساعات هل هناك ساعات متخصصة مثلا للأطفال أو هناك مثلا ساعات للكبار وكذلك فيما يخص التذاكر هل أسعار في متناول العائلات؟ والله الأسعار في المتناول حتى ولو ربما العديد من الناس والمعظم هم استحسن كل المشروع وحتى لونه ندق في كل شيء ربما البعض من الناس يقول لك التذاكر لأننا في الحقيقة عادة شعب الجزائري ربما متعود بزاف كثير أنه لما تكون شريعة ثقافية أو حاجة هكذا لديها فيها دخل السلطة يكون ربما بالمجان أو متحف بالمجان أو لا وهي في الحقيقة لازم كأنه مشروع مشروع حقيقة هو تحت وصاية الوزارة ولكن يجب أنه حافظ على هذا الموروث يجب أنه حافظ على المكان يجب أنه يكون فيه أمن يجب أن يكون بزاف أشياء لهذا التذكرة هي في الحقيقة سعر تحمى وشغالي كم سعر تذكرة؟ هو خمسمائة دينار للشخص الواحد شخصين بثمانمائة وثلاثة أو أكثر لما تكون عائلة ألف دينار طيب هذا فيما يخص سعر الدخول لا سعر الدخول إلى القصر لكن قبل القصر هو مجاني يعني فيه المساحة الخارجية والألعاب الخارجية كلها المكان مفتوح الدخول فقط للقصر فيه تذكرة لكن بعد الدخول إلى القصر أي ناشاط نعملوه رح يكون سعره في الحقيقة رمزي من أجل سعادة الأطفال ولكن أي شخص لازم يتعب لازم يعمل لازم يكون عنده مقابل إحنا بقدر الإمكان وفرنا الأشياء أنها تكون في متناول الجميع وهي في متناول الجميع لكن لازم نفهمه أنه لما المؤسسات تعمل ودير مشروع مليح وعنده مستقبل وفيه فائدة العائلات لازم نشجعها ولازم ضالع من يعني حتى يعني يعطيتهم الفرصة أيضا للحرفيين أنهم يعرضوا لأنه دائما حرفي خاصة الحرفيين قولوا صغار يسنوا فقط المعارض يعني المناسباتية فعلا وفرنا لهم أما كان للحرفيين ولا حتى الفنانين حتى يكون فيه مكان عرض دائم سنوي وأنهم في كل مرة سيكونوا يعرضوا منتوجاتهم وعندهم نقطة بيع لهم وزوارهم هنا قدامهم وصعر حتى تحرم ربما الجديد في هذا القصر اللي نعتبره ربما سيد هاني الأول من نوعي في الجزائر هو أنكم قدمتوا فرصة لأي حرفي في الجزائر أنه يعرض المنتوج بمختلف المنتوجات أكيد هتكلمنا أنا حبي تكلمنا أكثر على الحرفيين متواجدين داخل القصر يعني وش يقدموا من منتوجات يعني تقدمنا أكثر تفاصيل الحرفيين اللي كاينين في القصر هم كاين اللي يخدموا مثلا أنا عارض عنده اللي بس جزائري صنع مئة بالمئة ومطبوع بطبعات فنية هكذا كاين فيه ترسوناليزي يعني ترسوناليزي كاين أنا عارضة تخدم من ريحة البرخفن هي تكموزي لك البرخفن اللي يشبه لك جميل كاين فيه عارضين واحدين يخدموا ثانيك زرابي يخدموا لأرائك المقاعد بطريقة يدوية جميلة جدا كاين فيه أكسسوارات وحولي يدوي الصنع ثانيك فيه أشياء ثانيك تقليدية كحلوية وفيه كذلك كل ما يخص الأشياء اللي ممكن أننا نحتاجها وفيه قاعدات وفيه مأكلة للأطفال وحلويات وما زال نحن دائما بين العصري والتقليدي بين العصري والتقليدي طيب نعودون نتكلمنا على النشاطات اللي تقومها داخل اللي ديرها داخل هذا الفضاء داخل هذا القصر وكان نعودون للأطفال ماذا تقدموا للطفل في هذا الفضاء هناك فيه حاليا ورشات رسم للأطفال طهي بدون استعمال النار رسم أو حتى يعني وفيه ورشات أخرى هي حكواتية عندما كان مخصصة فيه حكواتية وتحكي للأطفال تلاهمهم العائلات والأطفال وتحكي لهم القصص الشعبية والقصص القديمة ونحن في تطوير كذلك ورشات يدوية من أجل تفعيل كل نشاطات سكولتر النقش على الحاجر أو حتى العمل بالطيل وفيه ورشات رح تكون تكنولوجية وفيها حتى ورشات مثلا ألعاب سحرية رح يكون فيه فنان ليمارس فن الأماجي الألعاب الخفة سوف يعلم الأطفال الصغار كيف يستعملون بعضا لحيا اللي يحبوا هذا الشيء ورح يكون فيه ورشات فليمائية كذلك هذا فيما يخص النشاطات نتكرموا الآن سيدهاني على البرنامج مثلا هذا الأسبوع هل في كل يوم عندكم أنتام مثلا في كل يوم رح يكون فيه برنامج مثلا اليوم رح يكون ألعاب الخفة مع فنان معروف وله سمعة عالميا الشيء جزائري فقط سيجاد بورتي رح يديرنا آخر أدواره الفنية في عالم الخفة ورح يكون فيها كذلك البهلوان رح يكون فيه دائما كل يوم شيء من في الويكند مثلا في نهاية الأسبوع يكونوا فيها أحفلات موسيقية البرنامج حقيقة ليس لدي مئة بالمئة الفريق الذي مختص به نجي بخيف يكون هو كل واحد عنده العمل ولكن رح يرهم يوضعوه في البرنامج المخصص للأطفال مختلف النشاطات فيه الأماكن يتم فيه تصوير مسلسل مثلا عشوال عشر وكذلك أحمد باي كانت تكلمنا كذلك على هذه الأفلام يتم تصويرها مجرد ما يتدخل العائلات تقدر تشوف هذه الأماكن هل هناك مثلا في مسلسل عشر عشر هناك لباس تقليدي مثلا يقضي لبسوه للعائلات في أول يوم الافتتاح في أول يوم كنا درنا درنا لباس وإن كانوا كل العملاء اللي معنا في القصر لبسي تقليدي لبس قديم من العصر القديمة تحية كذلك خاصة لسيدة سميرة حجيلان اللي وفرت لنا لأنها عندها الأكسسوارات واللباس السينمائي وضعته في متناولنا ودعمتنا بزف ورح يكون فيه في الأيام المقبلة يبرز الانتباه يلفت الانتباه عندنا مكان في المتحف السينمائي رح ندير فيه تصوير للناس والعائلات بإمكانهم أنهم يكون عندهم اللباس يلبسوه ويتصورو به لباس قديم من السينما ومن التصوير شكرا لك هني زرقات على كامل هذه المعلومات وكامل هذه التفاصيل شكرا لك كان معي في الأستوديو هني زرقات ومسير مشروع فونتازيالاند إذن مشاهدين الكرام بهذا أختم الموعد الثقال